اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات المرجع الشامل لتربية وتفريخ اسماك الزينة النهاردة باذن لي هنتكلم عن علاج مرض الويتسبوت مرض النقط البيضة وهو من اكتر الامراض انتشارا في اسماك الزينة لان ما فيش حد بيربي سمك غير ما قبله مرض الويتسبوت في فترة من الفترات فيه ناس كتير بتخسر السمك بتاعها بطريقة غير مباشرة مرض الويتسبوت في حد ذاته مش مميت لكن استخدام دوة غلط او استخدام الدوة بطريقة غلط هو اللي في الغالب يموت السمك عشان كده النهاردة هنوضح كل حاجة عن الويتسبوت هنتكلم عن اعراض المرض اسبابه دورة حياة الطفيل المسبب للمرض عشان نعرف ايه الوقت في حياة الطفيل بيكون غير محمي ونقدر نواجهه هنتكلم عن طرق العلاج المختلفة والوقاية من الويتسبوت اعراض المرض من اسمه نقط بيضة بتسهر على السمكة زي حبوب صغيرة جدا في الاول ممكن ما تلاحظهاش لكن مع الوقت هتلاقي النقط دي انتشرت في جسم السمكة زي الصورة اللي قدامنا كده ممكن تكون مصحوبة بتأكل في الزعانف وممكن لا في بداية المرض السمك هتلاقي بيعوم عادي وبياكل مع تأخر الحالة السمكة بتبدأ تضعف حرقتها تقل وطريقة عومها هتحس انها مش مرتاحة بنسبة كبيرة الاسماك بتتلحق حتى في الحالات المتأخرة المهم اننا نعرف طريقة العلاج المزبوطة السمكة بتموت بسبب طريقة العلاج الغلط وليس المرض نفسه اسباب المرض اول سبب واهم سبب انخفاض درجة الحرارة بصورة مفاجأة ده ممكن يحصل وانا بغير مية الحوض المية كانت بردة شوية عن مية الحوض الاصلية او مثلا تكييف اشتغل والهواء يتوجه على الحوض او الحوض اتعرض لهواء لو كان مثلا قريب من الشباك اتعرض لهواء بارد اي صورة تعرض السمك لحرارة منخفضة بصورة مفاجأة هتسبب في الغالب مرض الويتسبوت تاني سبب نقص مناعة السمكة ده ممكن يحصل لسوق التخزية لسوق احوال المية لو بأكل السمك اكل اي كلام مش بغير المية كل اسبوع مش بسحب الفضلات اول باول الامونيا تزيد من ناحية الاكل مش كويس من ناحية ده طبعا هيدعف السمك وهيخليه عرضة للويتسبوت السبب التالت هو بديه لو اشتريت اسماك مصابة بالويتسبوت وانا مش واخد بالي ونزلتها الحوض اكيد هتعدي باقي السمك ممكن تكون السمكة مش باين عليها المرض عشان كده مهم جدا نعزل السمك جديد فترة قبل ما حطه مع السمك القديم دورة حياة طفيل الويتسبوت ليه مهم نعرف دورة حياة الطفيل لان المرض بيبقى ريخم شوية في علاجه طول الوقت الطفيل بيبقى محمي الدواء مش بيأثر فيه الا فيه مرحلة واحدة فقط اثناء دورة حياته والدواء بيجيب فيها نتيجة في البداية السمكة بتبقى عايشة ما فيهاش حاجة بتبدأ الطفيلات تهاجمها تتغزى على المادة الهلمية اللي بتحمي السمكة الطفيلات دي بتحمي نفسها بإشرة بيضة بتخلي الطفيل محصن ضد الأدوية بعد شوية بتسقط الإشرة من على السمكة وبتسيب وراها جسم السمكة مكشوف للبكتيريا والفطريات وده طبعا بيتعب السمكة أكتر وأكتر لما بتسقط الإشرة الموضوع كده مخلص بتبدأ الطفيلات داخل الإشرة تنقسم مرات عديدة وفي المراحل دي كلها الطفيلات محمية ضد الدواء المرحلة الأخيرة بتبدأ تخرج من الإشرة عشان تتغزى وتدور على سمكة عشان تلتصق فيها في المرحلة دي فقط الطفيل بيبقى غير محمي وضعيف والدواء بيجيب نتيجة أخيرا الدورة كلها ممكن تاخد أسبوعين إلى شهر ارتفاع درجة الحرارة بيسرع العملية والإضاءة بتساعد الطفيل أنه يكمل دورة حياته بنجاح إذن عندنا عاملين مهمين الحرارة والضوء وإحنا نستخدم العاملين دول أساس في العلاج بتاعنا كلام ده بناء على تجارب الهواء واللي جاب نتيجة معاهم مش كلام النت علاج اللويتسبوت العلاج أول خطوة نزود درجة الحرارة نزود درجة الحرارة تدريجيا لحد ما توصل 30 عشان نصرع عملية خروج الطفيل من الكابسولة بتاعته فيه ناس ممكن تزود أكتر من كده لكن دايما نخلينا في الحدود الأمنة 30 كويس جدا ونشتغل طبعا بترمومتر نزود الحرارة بالترمومتر وليس بالسخان وما نعتمدش على الدرجة المكتوبة على السخان طيب تاني حاجة إظلام الحوض تماما إظلام الحوض بيساعد في العلاج بنسبة كبيرة الحقيقة مش عارف السبب العلمي للموضوع ده لكن تجارب الهواء أثبتت أن الضلمة بتساعد جدا في مواجهة الطفيل يعني أغط الحوض من كل ناحية بحيث أن الضوء ما يدخلش طبعا لو حضرتك عندك زرع مش هينفع تضلم الحوض هتستخدم أدوية فقط لكن لو حوضت مش مزروع أغطي الحوض من كل اتجاه مش هتخسر حاجة الموضوع فعلا بيجيب نتيجة وبيزود نسبة العلاج بنسبة كبيرة جدا جدا أخيرا الأدوية والوسائل الطبيعية لمكافحة الويتسبوت أول حاجة التوم صدق أو لا تصدق التوم بيكافح طفيل مع درجة الحرارة العالية وإظلام الحوض التوم مضاد حاوي طبيعي هو طبعا يعني ضعيف لكن صدقني بيجيب نتيجة مع الويتسبوت هتقطع فصين توم وتوزعهم على أرقان الحوض الأربعة وتغيرهم كل 3 أيام مثلا عشان ما يعفنش الكلام ده طول فترة العلاج اللي هي بتستمر يعني من أسبوعين إلى شهر كحد أقصى بإذن الله خلي بالك التوم بس هيعمل ريحة في المية لكن هجيب نتيجة في الآخر فهي يعني استحمل شوي في أدوية تانية غير التوم طبعا في أدوية في أدوية محلية وفي أدوية مستوردة الأدوية المحلية مستخدمة في مصر أشهرها بيقوم على المسيلين بلو المسيلين بلو مضاد كويس طبعا للتفايلات الخارجية في منتجات محلية كويسة لكن لو جايب الدواء من مصدر مجهول في الغالب السمك هيموت بسبب الدواء وليس بسبب المرض اتأكد دايما قبل ما تجرب في السمك ممكن تسألنا على جروب المرجع الشامل على الفيسبوك على الدواء قبل ما تستخدمها هنقولك إذا كان الدواء ده كويس ولا لا عامة اشتري من الشخص المعروف المنتج المعروض على الفيسبوك أو معروض في أي حتة ليه ناس بتدافع عنه بتروج ليه يعرف إن الناس دي عايز تحافظ على اسمها فبتعمل الدواء كويس ما تروحش المحل وتشتري أي نوع وخلاص هيدي لك حاجة كده في إزازة ما تشتريش أي حاجة وخلاص واتموت السمك اسأل الأول عن الحاجة قبل ما تستخدمها أوكي بالنسبة للمسيلين بلو لو الدواء أساس ومسيلين بلو لازم تضل ملحوض لأن المسيلين بلو أصلا حساس للضوء وهيفسد في وجود الدوء طيب في مواد تانية في مواد تانية زي الملكة السيليكس السوبر سيليكس لكن المتوفر بسهولة في السوق كل الأدوية اللي قايمة على المسيلين بلو طيب آخر اختيار عندنا هو من شركات محترمة زي وغيرها ودي أدوية مخصصة للويتسبوت خاصة لو حوضك مزروع مش هتقدر تضلم الحوض بس طبعا لازم تتأكد إن الدواء متوافق مع الزرع اللي عندك أو لا قبل ما نستخدمه أرجع أقول لك لو حوضك مش مزروع الوقاية من الويتسبوت أول حاجة حافظ على روتين صحي في تغيير الميا كل أسبوع رب الحوض ما تكسلش لازم تسحب الفضلات بتاعة الأكل أو فضلات السمك أول بأول كل يموينك حد أقصى أو ثلاثة انت كده بتقلل الأمونيا اللي هي قص المصائب بالنسبة للسمك تاني حاجة ما تأكلش السمك أي أكل وخلاص لازم الأكل يكون عالي الجودة سواء انت اللي عامله أو مشتريه سيبك من الصيني خالص إما محل مضمون إما مستورد من شركة معروفة كده انت وفرت للسمك ميا نظيفة أكل نظيف السمك بإذن الله همنعته تبقى قوية مش هيعيا منك آخر حاجة مهمة جدا طبعا إنك لما تشتري سمك جديد ما تحطوش في الحضة على طول لازم تعزله أسبوع أو أكتر عشان تتأكد إنه خالي من الأمراض بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك أتمنى إنك تعمل لايك وطبعا شرفني دايما اشتراكك في القناة شكرا شكرا